لبنان المريض إلى أين؟ سؤال لا يزال يشغل الشارع المغرق في أزمة اقتصادية رفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة مع طبقة سياسية لا تريد التنازل عن مكاسبها صحيفة فينانشل تايمز وفي تقرير لها أكدت استمرار ارتهان لبنان لطبقته السياسية يدفع به اليوم أكثر من أي وقت مضى للانهيار أزمة متراكمة ليس أولها الاقتصاد المنهار مروراً بانفجار مرفأ بيروت وليس آخرها جائحة كورونا تهدد بفشل الدولة وسط رفض أصحاب المحاصصة الطائفية التحرك للأمام والحوار لحلها ويشير تقرير فينانشل تايمز إلى أنه بعد أكثر من ثلاثة عقود على الحرب الأهلية أصبح المواطنون اللبنانيون رهائن لأمراء الحرب الذين يرتدون البدلات وحزب الله المدعوم من إيران الذي أصبح بمثابة دولة فوق الدولة وبيده المفاتيح الرئيسية مفاتيح مكنت هؤلاء من رفض مبادرة كالمبادرة الفرنسية وما تخلى لها من مبادرات أخرى جعلت الحل السياسي أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو حتى تكليف حكومة من التكنقراط أو دعم مبادرة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المنهار ضرباً من الخيال وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الرئيس ميشيل عون وبدعم من حزب الله يدفعان باتجاه ترسيخ وجود حكومة محاصصة من غير الاختصاصيين ليتمتعوا فيها بحق النقد ويرفضون أي محاسبة لهم على شبهات الفساد أمام هذا كله يبدو لبنان على مفترق طرق في وقت تتعالى الأصوات التي تدق نقوص الخطر وقد تمهد لتغيير ما ما اعتجاه لقائد الجيش جوزيف عون أمر رئيس ميشيل عون بإخلاء الطرق من المتظاهرين متسائلاً بدلاً عن ذلك بسؤال إلى أين تأخذ الطبقة السياسية لبنان ترجمة نانسي قنقر